مرحباً جميعاً في هذا الفيديو سأريدكم كيف تقوم بفعل هذه المساعدة عندما نحاول تقوم بعمل C أو C++ لذلك سأستخدام قوة Visual Studio و سأقوم بعمل C++ لذلك سأقوم بعمل أجهزة جديدة على الدسكتوب و سأسمعها cpp الآن سأقوم بعمل أجهزة جديدة على الدسكتوب سأقوم بعملها program.cpp الآن سأقوم بعمل أجهزة جديدة على الدسكتوب لذلك سأقوم بعمل أجهزة جداً أجهزة جديدة على التفاجر الآن سأقوم بعمل الأجهزة جديدة على البيض ولكن هنا لدينا مقرر هذا المرأب يعني أننا قرأنا هذا المواقل ونرأت الصحيحة لكننا لم نتعه المرأب, لذا المرأب الانتظار يعتمد أن يكون مرأب لذلك لتعطي هذا المرأب، نحتاج إلى تقرأ هذا المرأب الانتظار الانتظار المرأب الآن هل لنحن نتواجه الى الأطفال ونحن نحن نفسه من هذا المنطقة ونحن لدينا المرأب أيضا. It is also possible to have the same error if we don't have the main method. For example, let's rename this method to main2. Now let's save the file, and let's run the application. So we see that we have the same error. This means that we don't have the main method inside this file, so to fix it we have just to rename this method to main, so let's remove number 2. Let's save the file. And let's run the application again. And we can see that we have the output and we don't have the error anymore.